السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وأسبحوه بكرة وأصيلا فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر موصول بعد شكر الله سبحانه للإخوة الذين يبدلون ماي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وكذا مبدول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير هذا وكما وعدت أنني أستفتح المقام بآية من كتاب الله عز وجل وبحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما الآية فهي قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون فالشياطين قد تحضر بعض المواطن وقد تترك الحضورة دل على ذلك هذه الآية الكريمة ودل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان جالسا يأكل مع أصحابه فجاء غلام كأنه يدفع فوضع يده في الطعام دون أن يسمي فنزع النبي يده ثم جاءت جارية كأنما تدفع فوضعت يدها في الطعام فنزع النبي صلى الله عليه وسلم يدها وقال الشيطان أتى بهذا الغلام وبهذه الجارية كي يأكلان ولا يسميان فيستحل بهم الطعام الذي نفسي بيده إن يده مع يدي في يديهما دل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر ذات يوم حتى طلعت الشمس كانوا في سفر فقال هذا مكان حضرنا فيه شيطان فالشيطان قد تحضر في أماكن ولا تحضر في أماكن أخر ومن ثم فإن أمرنا أن نتعوذ بالله من همزات الشياطين ومن حضورهم فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون هكذا أمرنا أما الحديث فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا سافر وأصحر يعني سافر ودخل عليه وقت السحر يقول سمى سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا أعذا بالله من النار كان الرسول إذا كان في سفر ودخل عليه الثلث الأخير من الليل وفي طريق السفر يقول سمى سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا أعذا بالله من النار أني سمع يا سامع يا من تسمعني بلغ أنني أحمد الله سبحانه على نعمه وعلى حسن إنعامه علينا فحسن البلائه هنا حسن الإنعام ثم يسأل ربه أن يصاحبه في سفره فيقول ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار أما الأسئلة والإجابة عليها فالأخ يسأل هل يجوز للمرأة أن تطلب الخلع إذا لم تحب الزوج نعم يجوز لها ذلك وقد جاءت انباءة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني زوجي تعني زوجي ثابت بن قيس لا أنقم عليه خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام إلا أحب أن أكون كافرة عشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطر الدين عليه حديقة قالت نعم فأمره ففارقها فيجوز للمرأة إذا خشيت ألا تقيم حدود الله مع الزوج أن تطلب الفراق والله أعلم ومرحبا بك يا أبا أحمد وحفظك الله في نفسك وأهلك ومالك وذريتك يسأل عن حكم الإجهاض في الشهر الأول في وقت الكورونا خوفا على نفسها وعلى أطفالها وماها خمسة أطفال هذا خوف لا مبرر له وأخطر لها أن تبقي على جنينها ولا تجهضه فإن فعلت وأجهضت فليست كمن أجهضت بعد نفح الروح فيه لأن الشهر الأول لا تنفح الروح في الجنين هل إن أعطيت أحد أولادي ليصرف أعطي أخواتكم مثله أقول وبالله التوفيق الهبات المسببة لا يشترط فيها العدل الهبات المسببة لا يشترط فيها العدل فهل يجوز للإبن الذي يعول أسرة وبدون عمل من زكاة المال أنت امرأة لست بملزمة بالإنفاق عليه فعليه يجوز أن تخليجي زكاة المال لابنك المعطل الفقير الذي يعول ولا يعمل له يجوز أن تعطينه من الزكاة حكما علق الطلاق على شيء اختار الرأي القائلة إذا وقع هذا الشيء فإنك فإنه عفوا يكفر كفارة يمين لما علم من حال إخواننا في مصر أنهم نعلقون الطلاق للتهديد ليس للإنجاز والله أعلم فعليه يكفر كفارة يمين شكرا لك أخي إسلام هل قول الصحابي يأخذ حكم الرفعي؟ قول الصحابي لا يأخذ حكم الرفعي إنما هو موقوف لكن في بعض المواطن قول الصحابي يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك إذا قال الصحابي من السنة كذا أو قال الصحابي أحل لنا كذا حرما علينا كذا أو قال الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا فهذا كله له حكم مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مجرد قول الصحابي فلا يأخذ حكم الرفع والله أعلم حلق شعر اللحية لتكون أكبر لا تفعل وحفظك الله يا شيخ فتوح وسلمك هل أخذ العوض ما كان شيء كسر حرام لكان قد تعمد الإطلاف عموما أخذ العوض ليس بحرام لأن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كسرت الصحفة التي أرسلت بها زوجة أخرى إليه فيها طعام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صحفة التي كسرت وأعطاها لصاحبة الصحفة المكسورة وأيضا لما هدموا صومعة جريج قال أعيدوها كما كانت والله أعلم ما صحة قوالي الأحديث قال أعلم يا معاذ أنها سوف تمحى أمتي لا أعلم له أصلا وأذكر بأنه دوما في أوقات الفتن والقلاقل تظهر أحاديث ضعيفة كثيرة جدا ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتفطن لمثل ذلك حكم الحق للمجهر لا بأس به إذا كان الطبيب أمينا حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط الصورة التي بعد الفاتحة قراءتها سنة ليست بواجبة هل ترتيب الأعضاء في الوضوء واجب؟ ألواء في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم للمرافق أمسحوا برؤوسكم ألواء عموما لا تفيد الترتيب في كل وقت لما قد تفيد مطلق التشريك في بعض الأوقات ولكن المعهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتب حديثه إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ثابت صحية هناك أناس من جلدتنا وتكلمون في شرع الله أن أطلب لهم الهداية أم ندعو عليهم إذا كانوا جاهلا طلبنا لهم الهداية إذا كانوا مرضوا على النفاق والكفر ويمقرون بالإسلام وأهله فتقوى وجهة الدعاء عليهم تقوى وجهة الدعاء عليهم هذا لأن الأصل في المسألة أن الدعاء بالهداية للكفار جائز وأن الدعاء عليهم أيضا جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب بهذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام وأيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن دوسا عصت وأبت قال الله مهدي دوسا وأيضا في هذا الصدد فإن أبا هريرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أن أمه نالت منه ومن الإسلام فقال اللهم أهدي أم أبي هريرة ويجعز الدعاء عليهم لأن الله ذكر موسى عليه السلام وقوله ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ما آخر وقت لصلاة المغرب هو دخول الأيشاء ودخول الأيشاء يكون بسقوط الشفق الأحمر والمراد بالشفق الأحمر الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها ماذا لا يجوز أن أعطي أختي من الفوائد؟ أنها فقيرة جدا زكت فقيرة جدا وعندك الشهامة والإيمان أعطيها من الحلال الطيب أعطيها من الحلال الطيب لا تغطيها من الخبيث ثم إنك تنال وجاهة لكونك أعطيتها مالا وقد ترد ذلك إليك فتكون أنت قد استفدت بالربع حكم من عصر عليه بعد سنة ونصف تحت التراب وزر عليه بعد سنة ونصف تحت التراب هل يصل عليه؟ يصل عليه فالميت الذي لم يصل عليه جاز لنا أن نصلي عليه ولو بعد حين قد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر منبوذ فصف أصحابه وصل عليه هل يجوز التخفيف في جميع النوافل مثل سنة الفجر؟ يجوز لكن الأفضل أن يكون التخفيف خاصاً بسنة الفجر عن التخفيف الزائد بارك الله فيك يا حمدي صحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء قل هي مواقيت للناس والحج فالأشهر الهلالية هي التي تبنى عليها الأحكام سيام شهرين متتابعين أي من الأشهر الهلالية كذلك المطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة من الأشهر الهلالية كل الأحكام الشرعية تنبني على الأشهر الهلالية للآية المذكورة ولم يكن هذا التقويم الميلادي معروفاً زمن النبي صلى الله عليه وسلم التراويح في البيت جائزة وفي المسجد جائزة بارك الله فيك ما الذي يقال في سجود التلاوة يقال في سجود التلاوة الذكر الذي يقال في سائر السجدات فلم يصح تخصيص سجود التلاوة بذكر معين والله ألم الصلاة بمساجد بها أضرحة ابتعد عنها إلا إذا دعتك ضرورة لذلك أما البعد عنها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور وقال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجداً ألا فلا تتخذوا القبور مساجداً فإني أنهاكم عن ذلك وكذلك فإن النبي قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أما كون الضرورة تجوز فقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وأيضاً إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة وحولها ثلاثمائة وستون صنماً حكم قراءة القرآن من الجوال أثناء فترة الحيض لا مانع من ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان وقال لعيشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت هذا والأخت وفقها الله لكل خير تقول مامة فلان وأولى لها أن تلزم العربية التي نزل بها القرآن الكريم وتقول أم فلان أحسن من قولها مامة فلان ومرحباً بك يا شيخ أحمد الحكيم وحافظك الله حكم هامش الجدية في المرابحة الأمر باشتراء للتعويض عن الدرر الفعلي ما أدري مهامش الجدية هل تقصد العربون ما أدري وضح يا عبد الكريم يحفظك الله أحب الأسماء إلي لا يعنيك إنما يعنيك أحب الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أسوتنا جميعاً ليس تم شخص أسوة إلا رسول الله الكرام عليه الصلاة والسلام قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بارك الله فيك أحب الأسماء إلى الرسول قال رسول الله أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وكان النبي يحب أسماء الأنبياء عليه الصلاة والسلام هل يجوز إخراج الزكاة على مدار العام مقدماً لا بأس وجزاك الله خير يا صاحب مني السمنود هل يجوز القنوة في كل الصلوات نعم في النوازل يجوز القنوة في كل الصلوات والمعني بالقنوة الدعاء نصحة قراءة أواخر صورة الحشر صباحاً ومساء لا يصح نقص التعيين الصحابي لأجل العبادة يعني إذا قال الصحابي من فعل كذا لهم لأجل كذا هذا فيه موقوف ليس مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي قول الصحابي مثلاً ولا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فهذا الصحاب فيه الوقف اجتهدنا الصحابي وجزاك الله خير يا محمد بن زيادة وجزاك الله خير يا يحيى إمامة موظف البنك يعني ما ما تصح هل من ألاج لقسوة القلب في السنة إجمالي الأمر أن الاستغفار والحنوة على الأيتام من أسباب دفع القسوة عن القلب يصلى المغرب جماعة إذا دخل وقت الأشاء يجوز إذا دعتك الظروف ولذلك الحديث الوارد في النهي عن النوم على البطن حديث ضعيف في سنده راون يقال له يعيش ابن طهفة وابن طخفة وهو ضعيف كم الزكاة على جرام الذهب إذا وصل حد النصاب كم الزكاة على جرام الذهب بسم الله إذا وصل حد النصاب 2.5% من إجمالي ثمن الذهب العمل في الربا حرام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه زوج قال لزوجته نحن متحرمين على بعض إلى أن يحدث كذا وكذا ينظر إلى نيته إن كانت نيته التحريم فحينئذ عليه أن يكفر كفارة يمين لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الآية إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يا طاو الزكاة للمسجد الذي عليه ديون ينظر إلى سبب هذه ديون ويحتاج إلى تفصيل بني المساجد لا يكون من الزكوات كما هم علوم النمى من الصدقات إذا كان الطعام في فم الصائمي ثم أذن الفجر ماذا يفعل ثم أذن الفجر ماذا يفعل لذا في الفم يبتلعه الأمر ليس بالدقة المتنهية هكذا هل من نصائح لطالب العلم لا غريبة أن كل يحتاج إلى نصح وتذكير فيلزم يلزم طالب العلم أن يخلص طلبه للعلم لله وعليه أن يلزم الخلق الكريم لأنه يبلغ عن الله ورسله هذا على وجه الإجمال كيفية قيام صلاة الليل أصح صفة ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة السائل عن التضحية بكابشن عمره 11 آمن هو بالسن بالضبط طبعا لم يكن على أهد الرسول تواريخ ميلاد للكباش ولا للماعز ولكن كان ينظر إذا كسرت ظهرت سنتاني في الأمام بعد سقوط الأسنان اللبنية يقولون كسرت فإذا كسرت تكون مسنة آنذاك فيجوز التضحية بها لكن العلماء يقولون في الغالب أن هذا الكسر يكون في الغنم ستة أشهر فصائدا في الماعز سنة فصائدا في البقر سنتاني فصائدا في الغناء في الإبل خمس سنوات فصائدا ما أدري هل هذا الأخ متعري أو أنا شايف غلط عليك أن تسطر نفسك إسلام الشرق واسمك إسلام بارك الله فيك حرام عليك أن تكون هذه الصورة القبيحة نعم عايم عليك أن تكون هكذا احذفوها يا إخواني لا تسيئوا إلى المسلمين احذفو هذه القذورات يا إخواني هل يجوز عفوا إذا اجتمع الطمر والزبيب إذا اجتمع الطمر والزبيب هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خلط الطمر بالزبيب ولهذا نسخ كما نسخت النواهي النواهي عن المقير والمزفت عن النقير والمزفت ودباء والحنتم فالنبي كان نهى عن الانتباز في النقير والمزفت 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 الزرائع نهى عن الانتباز في هذه القدور من باب سد الزرائع بسم الله بسم الله والمزفت ولما استقرت الأمور وعلمت حديم الخمر قال النبي انتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا فهل هذا القول يشمل أيضا نبذ التمر مع الزبيب فيجوز ما لم يصل إلى حد الإسكار أم لا قولان شهيران لأهل العلم أختاروا القولة بأنهما أو بأن الخلط إذا لم يصل إلى حد الإسكار جاز هناك رأيان قويان في هذه المسألة أحدهما أن الخبر نشخ لعموم القول النبي انتبذوا ولا تشربوا مسكرا وإن كان في القدور لكنه بعمومه يطلق هذا الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم هذا الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم فعليه فالخشاف جائز وحديثه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين أعلم بهذا اللفظ لا يصح إنما نهى عن الزبيب مع التمر لأن أحدهما يقول آخر فيسرى به إلى أن يكون خمرا هذا الوالد أما نهى عن الخليطين فسنده ضعيف فمن ثم فكما أسلفت فالخشاف في رمضان جائز خشاف في رمضان جائز الذين يجنحون إلى تحريمه يستدلون بحديث ضعيف وهو نهى عن الخليطين والله أعلم سيتان الإناث دائر بين الإستحباب والإباحة والله أعلم وظاهر من أمره أنه يرجى إلى حال الفتاة وتقييم الطبيبة والله أعلم إبنتها تبلغ من الأمر أحد عشرة سنة بدأت علامات البلوغ ذهب السؤال معذرة معاذ عنده خمسة وسبعون سنة ولبس البنبر وفي مشقة في دقوء الحمام ومتقدرش تصلي الفجر إذا عجز تأمم بارك الله فيك يا أم حسان ماهو ذهب مقداره سبع وعشرين جنيه هو للزينة سبع وعشرين جنيه سبع وعشرين ألف أظن سبع وعشرين ألف في زمننا إن الجرام غالي استمعت أو سبماجني ليس عليه زكاة أنا لا أعلم بنكا إسلاميا بارك الله فيك أحبك الله يا فادي متى أسلم أبو سفيان ابن حرب؟ قيل أسلم عام الفتحي لم يثبت حديث في الصلاة النارية على رسول الله ولم يسمي النبي صلاة نارية أن يجوز أخذ حبوب لتأخير الحيض في رمضان؟ نعم يجوز ما لم تكن هذه الحبوب مضرة بسم الله وجزاك الله خير يا محمود بن عبد العزيز هل تنصح قضاء الفوائد؟ لست أنا أنصح إنما يرى جمهور علماء وجوبة قضاء الفوائد وجوبة قضاء الفوائد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى أن حكم التحرك أكثر من ثلاث حركات في الصلاة الصلاة صحيحة ولكن كلما تحركت وأبثت في الصلاة كلما قل الأجر كيف تختار الزوجة الصالحة؟ الزوجة الصالحة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولخلقها ولدينها فاصفر بذات الدين تلبت يدك فتكون على دين وعلى خلق ومن بيت طيب ولا يمنع بعد ذلك أن تكون جميلة ولا يمنع بعد ذلك أيضا أن تكون من ذاوات المال حكم من يسهر إلى وقت متأخر من الليل وما يستيقظ بعد طلوع الشمس إذا كان مقصرا ومفريطا يأثم على تقصيره أما إذا غلبه النوم من غير تفريط منه فلا يأثم الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى لم أطلع على هذا الكتاب يا مؤمن حديث فقد كفر بما أنزل على محمد لا يثبت بهذا اللفظ ولكن ورد ما يحسن بمجمع الطرق وهو لعن من فعل هذا الفعل هل يجوز أخذ قرض لزواج البنت؟ لا يجوز أن تأخذ قرضا بالربا لزواج البنت الذهب إذا بلغ النصاب عليه الزكاة سواء كان للزينة أو لغير الزينة ولا دليل يثبت في إسقاط الزكاة عن الحري إذا بلغ النصاب كيف يكون الفرح الإسلامي؟ يكون وفقا لكتاب الله ووفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يبطل الصيام باستخدام جهاز فحص الكورونا؟ هل يدخل في جوف الأنف أو الفم؟ لا أعرف طبيعة الجهاز بالضبط هل يدخل معه؟ هل يدخل معه طعاما وشرابا لداخل الجسم أم لا؟ دعني أسأل مال ورسناه عن أمي ووضعناه كوديعة في بنك إسلامي ونفكر أن الفوائد المتغيرة للوديع نصرفها كفالة يتين كصدكة جارية كفالة على سبيل التخلص منها لا بأس لكن كصدقة جارية ليست لك صدقة من الربا هل تصح صلاة الجماعة بالتباعد بين الصفوف؟ عليك أن تقيد التباعد بين الصفوف للضرورة فإذا وضعت كلمة للضرورة جاهز هل يجوز المرأة التفتيش في هاتف زوجيها دون علمه؟ لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك مع الزوج ولا يجوز للزوج أن يفعل ذلك مع الزوجة قول الله تعالى ولا تجسسوا والله عالم هل في الذهب زكاة حتى لو كان صاحبه محتاج زوج أولاده؟ مام عليه زكاة أفضل ذكر بعد الصلوات الذي لا نقاش في ثبوته هو ثابت يقينا ثلاث وثلاثون تشبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وثلاث وثلاثون تكبيرة ابنتها أحدث سنة ولا زالت لم تهد ولكن بدأت بعض علامات البلوغ الثانوية تظهر عليها ظهورا طفيفا إذا لم تكن حاضت فما زالت لم تكلف وإن دربتها على الصام فهو حسن حكم قراءة القرآن جماعة يعني للتعليم أو للتدارس جاهز حمود سعد يسأل هل يجوز أن يعمل الإبن عقيقة لأبيه وأمه؟ نعم يجوز له ذلك فلا يلزم أن تكون العقيقة من مال الشخص وقد عقب نسيرين عن نفسه عند الكبر حديث من قال سبحان الله بحمد مئة مرة غفرت له ذنوبه وأن كانت من ستسابة البحر الصحية هل هناك حرج من الأكل والشرب وقفا؟ الأحاديث التي وردت في أن نهي عن الشرب قائما أكثرها معلول أكثرها معلول وراها لا تثبت والأصح منها أن النبي شرب قائما فهناك مثل سبيل مثال حديث شهير من طريق قتادة عن أنس معلول أنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سيد الخدري والسند فيه مجهول والسند فيه مجهول وقد ورد حديث أيضا فيه علة كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام ونشرب ونحن قيام حديث أعله أبو حاتم الرازي في كتاب الأللي إذا كنت تخاف ألا أقيم الليل ماذا أفعل الأسهر إذا كنت تخاف ألا أقيم الليل ماذا تفعل صلي صلاة الليل وأوتر بعد الأشياء قبل أن تنام وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث أن أوتر قبل أن ننام هل هناك نعي عن جمع التمر والنوى في إناء واحد؟ نعم هناك نعيم في ذلك حكم المعتد في بيت أهلها لأن زوجها يضربها وهي حامل إذا خشي منه الضرر تنتقل إذا كان الزوج يريد إجهاض زوجته فيضربها كي تنزل الجنين فلا أن تنتقل إلا بيت أبيها للإضطرار والله قال وقد فصل لكم ما أحرم عليكم إلا ما طرتم إليه هل لي أن أصلي بأولادي في المنزل صلاة الجمعة بخطمة؟ لا مانع من ذلك يا عمر أحبك الله الذي أحببتنا فيه هل تجوز تهنئة النصارى في عيدهم؟ لم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع وجود اليهود في المدينة ومع وجود النصارى في زمانه ولم يرد أنه هنأهم قد أسلفنا القول في ذلك مراراً بمحاصله أنه يحرم إذا كان العيد يخالف ديننا نحن نقول عن عيسى ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ولكن هم يقولون صلب عيسى الجمعة وقام الأحد فاحتفلون بالعيد يوم الأحد هذا القيامة فلا يجوز أبداً أنه هنأهم بذلك بارك الله فيك هل لتبيت النية في صيام التطوع فضل عن النية بعد طلع الشمس؟ طبعاً هي أخرج من الخلاف يا خيثة حكم الطعام بعد الصلاة بعد الطعام ولم يتمضمت الصلاة صحيحة فكانت في يد النبي صلى الله عليه وسلم كتف شاة يأكل منها فأقيمت الصلاة فترك الكتف ولم يتوضى عليه ودخل في الصلاة ولم يتمضمت عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن كمال يسأل حججت بيت الله وكنت أطوف وانتقد وضوئي وأكملت الطوافة ماذا علي علماً أني كنت أحج البيت وليس عمره؟ سنختار لك ما دام الأمر قد انتهى رأي العلماء القائلين بأنه يستحب الوضوء للطواف وليس بواجب وذلك لتضعيفهم حديث وهو ضعيف الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام والصواب أنه موقوف على ابن عباس فعليه تقوى وجهة العلماء القائلين بأنه لا يلزم الوضوء للطواف وإن لم يكن هو رأي الجمهور يسأل مرة أخرى يا إسلام لكن هكذا رأينا هكذا رأينا وما شهدنا إلا بمعلمنا الذي رأيناه شيء يؤذي البصر وأنت تأثم لأنك شوجت على أبصارنا ونحن نعلم قول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فأحببنا أن ننقي هذه الصفحة من أي شيء نراه من القذر فإن كانت وجهة نظرك أن أتيت بصورة عارية تقول ليست ليس فيها مخالفات شرعية ما أدري ما تصورك للمخالفة الشرعية إذن إذا تيت بصورة عارية لم يخف منها فقط إلا السوءتان وكلها عارية كيف ترضى لأختك أن تطلع على هذه القذورات كيف ترضى لأمك أن تطلع على هذه القذورات كيف ترضى لبنات المسلمين أن يطلعن على هذه القذورات وبعدها تقول صورة ليست فيها مخالفات أنصحك بالاستغفار حتى ترى الأمور على حقيقتها حتى ترى الأمور على حقيقتها بارك الله فيك يقول سيد الملة أنه يعمل في السعودية في السمسرة في العقار وأخذ حقي من المشتري كما هو مشروع في البلد ولكن ليس عندي تصريح بذلك فكذ صورة ودية فلا بأس بصورة ودية والله أعلم الشعرى في قوله تعالى وأنه هو رب الشعرى وأنه هو رب الشعرى الشعرى كوكب كبير معروف صفات السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون سبحان الله هل يجوز الاحتفاظ بالصورة في ألبوم كصور الأب والأم بعد وفاتهم لم يصنع ذلك الصحابة مع الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام فإن كنا قد نضعف أحيانا نسأل الله المغفرة كيف تكون الصلاة أدانا قضاءا لمن يصهر ثم ينام ويستيقظ بعد طلوع الشمس يصهر وينام ويستيقظ بعد طلوع الشمس مفرط كيف تكون الصلاة صل السنة ثم الفرد ويأسم لكونه تعمد تعمد التأخر لغير فائدة حتى يضيع الفجر يقدم أحمد على الحج كل عام ولم يقدر له لك نيتك يا أخي أحمد يسأل عن نصيحة لكثيرة الكذب ولكثيره أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق فأتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق ياكم الكذب إن الكذب يهدي إلى الفجور الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب وتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا الفوائد الربوية حرام تجارة وربح الحلال حلال هل يجوز المرأة أن ترد زوجها في صلاة الجماعة المرأة إن بها شيء في صلاتها تسبح عفا تصفق كذا تصفق المرأة إذا نابها شيء أو رباه شيء في صلاتها لكن إذا كانت تصلي مع زوجها فهل في هذه الحالة يجوز لها يجوز لها أن بسم الله ترفع صوتها بتصحيح الخطأ الذي أقطع فيه الزوج فهذه محل اجتهاد من بعض العلماء الذين جوزوا قالوا إذا لم يكن يسمعه إلى الزوج الجاهز لكن ليس نصاً عن رسول الله إنما هو اجتهاد وأهلاً يا ميسرة حفظك الله بلغ والدك السلام اسم جواد ما حكمه اسم جواد حكمه أنه لا بأس به مباح ما الزينة التي يستحب للرجل لذهبها للمسجد سوب نظيف سياب نظيف يتطيب يستهك بارك الله فيك بعد أن يقتسل حكم الصيام للشخص النازل يعني مسافر نازل أختار أنه يصوم مسافر وصل إلى القاهرة وسيمكث فيها أسبوعاً سيمكث أسبوعاً في بيته هل يصوم في هذا الأسبوع أو يعد مسافراً لا يصوم وقد قال تعالى فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأختار أن كلمة على سفر لها وجهة أن تتنزل على المسافر الذي جد به المسير أما مسافر سيمكث مثلاً أسبوعاً أو سيمكث ثلاثتين في بيته أتحرج أن أقول له أفطر بهذه المثابة والله قال إن كان منكم مريضاً أو على سفر فهل على سفر تعني جد به المسير أحتاج إلى البحث عن مزيد من أقوال العلماء في هذا الصدد لما وجدت تفصيلاً قوياً فيها من الآن إبنته كانت تفتر في رمضان الرضاة وتطعم هل هذا جائز هذا قول فقهي قول لبعض الفقهاء ولا أخطاره إنما أخطار أنها تعيد أخطار أنها تعيد الأيام التي أفطرتها ولكن كما قال العلم والعبادات التي فعلت جهلاً وانتهى وقتها لا تعاد والله أعلم كيف أتوقف عن ذنوب الخلوات تسأل الله العون قال الصديق وإن لا تصرف عني كيد هن أصب إليهن وكمن الجاهلين حكم من الأتكاف في المنزل ولم يرد الأتكاف في المنزل لكن الله قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد لكن السؤال الذي قد يطرح نفسه وإن شاء الله هو إلى هذه اللحظة قيد البحث معي إن شاء الله إذا منعت الصلاوات في المساجد عموماً فستكون مسألة نازلة ستكون مسألة نازلة هل يجوز أن يتخذ شخص مكاناً في منزله كمسجد يصلي فيه يصلي فيه ومن ثم يجوز له أن يعتكف فيه فهذه محل بحث ويعني ورد علي لأول أهلة أن أدبان ابن مالك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أنكرت بصري يعني بصري لم يعد قوياً مثل الأول وإن السيول تأتي وتحول بيني وبين مسجد قومي فتعالى يا رسول الله إلى بيته صلي فيه في مكان أتخذه مصلاً فوعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه يوماً ويصلي في مكان أتخذه مصلاً فوصل النبي إليه مع الصحابة ضحاً وقال له يا عتبان أين تريد أن أصلي من بيتك أين المكان فقال ها هنا يا رسول الله فصلى به الرسول واتخذ ذلك مسجداً مسجداً آنذاك فالسؤال لا يصلح أن يكون منفصلاً عن التعليل بالضرورة لأن لأن السائل إذا سأل لأول أهلة هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد فسيكون الجواب ولا تباشرهن وأنتم عكفون في المساجد لكن يطبع السؤال هل يجوز الاعتكاف في مكان أتخذه مسجداً لكون الحكومات حكومات منعت الصلوات في المساجد لألة أو لغير ألة فحينئذ تختلف الإجابة لأنه حصل هنا اضطرار حصل هنا شيء إضافي إضافي ولقيل أن يقول لم يرد نهي عن الاعتكاف في غير المساجد أن معنى الاعتكاف الأصلي طول المكث ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون نحية المعنى لكن ما زلت بصدد البحث في المسألة إن شاء الله وأبحثها وليبحثها إخواني أيضاً في حال ما إذا كانت هناك ضرورة دعت إلى ذلك لا تبحث المسألة منفكة أبداً عن هذا القيد لأن هذا القيد الذي نعاني منه الآن هو منع الصلاة في المساجد نسأل الله أن يأتي بالفتح عمر من عنده في مسائل يا محمد يلزم فيها أن نطيل بارك الله فيك لأنها مسائل تهموا أو يستدقها المقام ويستدقها الوقت يا محمد حفظك الله رجل مات في المرحاض في المرحاض هل هذا من سوء الخاتمة؟ لا نستطيع أن نقطع بشيء من ذلك أمره إلى الله نعم نعم أمزعي هل ثبت لديك أنه مات في الحمام؟ انتبه لا تنقل إلا من ثبت سنداً لا يريد إجهضاء لكن يغضب ويضرب على أقل اختلاف ما هي حامل يا رحانة الجنة يضربه ويحامل سيعرضها لل سيجهضها إذا اتقد شره فهذه ضرورة يعني هو مطلق والزوجة حامل وتعتد في بيته لانتسالاً لأمر الله لا تخرجهن من بيوتهن ولا خرجهن ويضرب في هذه الحال فهو يضرب فستتعرض للإجهاض فإذا اتقد شره حتى لا يقع في مصيبة فهذه ضرورة في هذه الحال وَجَزَاكَ اللَّهُ خِيرًا يَا سُنُوسِي نعم نعم طيب يفضل الصائم إذا حديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة حديث ضعيف الإسناد حكم قول صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما فيها شك هل تشك أن الله صدق؟ لكن تقيد السؤال هل يجب أن يختم القارئ قراءته القرآن بقول صدق الله العظيم قل لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن المعنى ثابت بلا ريب والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو غريرة عفوا أبو الدرداء إن سلمان قال كذا وكذا قال صدق سلمان فلا نستطيع أن نبدع لكن الذي نستطيع أن نقول إن النبي لم يرد أنه كان يختم كل قراءة بقول صدق الله العظيم وإن كان قد قالها لما جاء الحسن بن علي الحسين عليهما الحسن والحسين عليهما ثوباني أحمراني يتعثراني فقال صدق الله إذ قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة تكون شهره النبي المنزل المنزل والدردس الذين أقولون أنا نبدعة والدردس أمودّون ومع ذلك ومع ذلك مرحبا لقد تتعلم بذلك بالتأكيد مرحبا ومع ذلك كما تتعلم فكل الكلمات التي أمامي مرحبا مرحبا بحق مرحبا رحل إيمانا بأن الصيام فرض عليه واحتسابا طلبا للأجر من الله بهذا القدر أجتزئ سئلني الله سبحانه أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ولئك رفيقا إن شاء الله يا محمد بن حسني نفعل بروسا في المسجد في رمضان أرجو من الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات دياني الوقت الأمثل نعم مش سهل فالدروسا من خلال البس إن شاء الله لكن أطلبنا الإخوة والأخوات إفادتنا كاستبيان بالأوقات التي يريدونها وفقهم الله لكل خير أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم جميعا اجتهدوا في تعلم كتاب الله وفي تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحريص على تعلم الكتاب والسنة يحصل علما غزيرا في وقت قصير أنه يأتي على خير العلوم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير والسنة رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن وحسن أليك رفيقا هذا ودائما وأبدا أنتم محفوظون بحفظ الله لكم ما دمتم تستمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب فأقاموا الصلاة إنا لا نضي أجر المصلحين أيها الإخوة والأخوات تعلموا وعلموا تحصلوا بذلك على درجة الربانيين لكن كنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون اجتهدوا في دعاء الله أن يرد إلينا مساجدنا ولو شاء ربك ما فعلوه فاجتهدوا في دعاء الله أن ترد إلينا المساجد وأن تفتح لنا أبوابها اجتهدوا في الدعاء فربكم على كل شيء قدير وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون بارك الله فيكم وحفظكم الله ختاما أشكر الله سبحانه وأهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر ولقد قال أهل الصلاح من قبلنا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني توبت إليك وإني من المسلمين قال عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إمامه فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بالأسماوات ومن الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئتا من شيء بعد يا ربنا الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لي كل خير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحفظك الله يا شيخ محمود العزبي وسير إخوانك وأخواتنا المتابعين والمتابعات والسلام عليكم ورحمة الله